أسواق مزدحمة في عمان وإقبال واسع على شراء مستلزمات شهر رمضان الفضيل وكما جرت العادة يستقبل الأردنيون الشهر الفضيلة بتحضيراتهم المعتادة من الأغذية وأدوات الزينة التي تطفي بهجة على البيوت والشوارع والله إن شاء الله يكون موسم خير على الأمة العربية والإسلامية والله رب يعيدوا علينا وعليكم بالأمن والأمان إن شاء الله يا رب ونتمنى لأهلنا في فلسطين يعني الأمن والأمان عندهم وإن شاء الله يا رب يكون شهر خير علينا وعليكم إن شاء الله يا رب بالأمل والأمنيات الكثيرات يجيبون الأردنيون عند سؤالنا عن استقبال رمضان حملين معهم رسالة الأخوة الدائمة والصادقة لفلسطين وشعبنا الصامد أكيد يعني بتعرف رمضان شهر خير بتتحرك الناس وهسح حاليا على الأسواق وعلى المعادة التامونية بعد 15 رمضان بتتجه للألبسة للأحدية لأشياء زيك كل عام أنتم بخير وهي الفلسطيني بخير والعالم كله بخير شهر رمضان شهر بركة يا رب يكون علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بخير وهنا وفضل من رب العباد يا رب تكون السنة هاي أحسن من السنة الماضية لا شيء يتغير سوى الزمان أما رمضان فثابت بروحانيته وفضائله الكثيرة التي يعمر بها الناس أفئدتهم وأرواحهم إذن هكذا يستقبل الأردنيون الشهر الفضيل محملين بآمال وأمنيات بواقع أفضل لهم ولبلادهم أحمد بدران تلفزيون فلسطين عمى